من بين أكثر من تظاهرات احتجاج طلابي على تأخر صرف المستحقات ألقى التصرف العنيف لسفارة اليمن في باكستان مع 17 من طلاب الدراسة العليا الضوء على أحد الجوانب المؤلمة للأزمة اليمنية العاصفة لم يجد هؤلاء الطلاب سوى سفارة بلادهم للاحتجاج على أوضاع لم تعد تحتمل بالنسبة لهم كما هي بالنسبة للمئات من المبتعثين اليمنيين للدراسة في الخارج لكن ضيق صدر السفير لم يحتمل احتجاجا من طلاب قطعوا نصف المرحلة ليصبحوا أساتذة جامعيين فاستدعى الشرطة لتتولى التعامل معهم وتلقي بهم في السجن بحسب المعلومات التي ترد من العاصمة الباكستانية لقيا سلوك السفارة تجاه الدارسين انتقادات واسعة من اليمنيين والسدعت بالقدر نفسه ردة فعل رسمية فبحسب النسخة الحكومية من وكالة الأنباء اليمنية سبا طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي تقريرا عاجلا عن حقيقة ما جرى فيما ذهب رئيس الحكومة إلى مطالبة اللجنة الوزارية بوضع معالجات سريعة لمشكلة تأخر مستحقات المبتعثين بشكل كلي توجيهات من شأنها أن تنعش الآمان لدى المئات من المبتعثين اليمنين في الخارج الذين يبحثون عن مخرج لائق لأزمتهم المعيشية التي تجاوزت حد احتمالهم توضيف التصرفات السيئة التي أقدمت عليها السفارة اليمنية في إسلام آباد مشقة جديدة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها طلاب الدراسة العليا السبعة عشر وتسد أمامهم الأفق إذ لا شيء أسوأ من فقدان الأمل ليس من الحصول على المستحقات القانونية بل على المعاملة اللائقة التي حرم منها المواطن اليمني طيلة العقود الماضية سواء كان في داخل بلده أو في خارجه في مختلف الدول من ضمنها أمريكا